اهلا بكم انا معتاز زهاني ودي قناة كتب وسينما في خدمات كتير موجودة اونلاين بيبقى فيه ناس عايزة تشترك فيها ويعني بتحس ان انت عايز تحط فلوسك في حاجة فعلا تعتبر استصمار يعني الخدمة تكون جيدة ما ترميش فلوسك في الهوا فهنقسم الخدمات دي للي حابب يشترك طبعا مش هشترك في كله يعني بتختار خدمة منهم ممكن تعجبك ممكن تفيدك في حاجة وتشترك فيها يعني مسلا فيه خدمات هنقسمها للميديا وخدمات بقى زي النوتس والجوجل درايف والكلام ده هنتكلم عن اسعار الخدمات دي مبدئيا الاسعار بتختلف يعني حسب النطاق الجغرافي يعني انت مسلا لما تيتخش على خدمة لانك بتاخد نوتس وكده وبتقسم فلدرات معينة لو بتعمل بحس عن موضوع معين وعايز تقسم بقى فلدرات وتضيف صور ومش عارف ايه وتنظم الامور فديك خدمة موجودة وطبعا لها منافس كل خدمة لها منافس فري يعني انت ممكن يقول لك اشترك في وانا عندي جوجل كيب ومجانية اهي دي ليها مزايا ودي ليها مزايا فطبعا بيكتب لك السعر مسلا انه هو اه تمانية دولار شهريا لا ده مش السعر الحقيقي بالنسبة للاحنا في نصري يعني انت ما تيجي تبقى تنزل الابليكيشن وعايز تشترك في هديك مسلا سعر سنوي هيكون ستمية وتلاتين جنيه يعني مش تمانية دولار شهريا اه خالص سعر مختلف عن كده تماما فاول خدمة معانا هي نتفلكس نتفلكس يعني بالنسبة لكله هي سعرها تمانية دولار سبعة بوينت تسعة وتسعين تمانية دولار يعني ده اشتراك لك لفرض واحد يعني مسلا انت لو فتحه فيه تلفزيون سمارت تاني او على اللابتوب هتقول لك لا انت فتحه خلاص انت لك ايه يعني حساب واحد وتشتغل عليه وفيه حساب تاني اغلى من اه من التمانية كنت لون بحضاشر وحاجة ده فاميلي ده حساب فاميلي يعني ممكن مسلا كزا فرض يفتحه نتفلكس ويشوفه حاجات مختلفة في نفس الوقت طبعا نتفلكس يعني ليه مزايا كتير واحد اقول لك ما الافلام مرمية مثلا اونلاين طب وانا اشترك في نتفلكس ليه اه صورة جيدة جدا خدمات متقسمة يعني افلام مسلسلات المسلسل مترتب طبعا بالسيزونز بتاعته بيقف عند الحتة اللي انت وقفت فيها محسن لو جيت مثلا تكمل بكرة هيكملك على الحلقة اللي انت واقف عندها وهكزا بقى وطبعا كمية وصائقيات اه كتيرة جدا ومترجمة بكل اللغات فلاق نتفلكس ليه مزايا وبشتغل على التلفزيونات ومعاك على الموبايل ومعاك على اللاب فموجود فيه اكتر من منصة طبعا فيه خدمات بقى منافسة لنيتفلكس زي مثلا امازون برايم وهولو مش عارف ايه بعضهم طبعا غير متاح فيه المصر وبعضهم متاح بس انا يعني هي الاكسر شعبية والاكسر شهرة بالنسبة لنا في مصر بالنسبة بقى الخدمات اللي حد نتكلم عن الميديا فهنقلش بقى على موضوع الاغاني هنا بقى المنافسة شارس انت عندك اه برنامج سبوتيفاي وعندك اه وعندك اه انغامي هنحط انغامي على جنب دلوقتي هو مش حاجة عالمية يعني اه هنقول ان هو للمهتمين اكتر بالعربي الاغاني العربي اه سوا بقى لبناني خليجي مصري كل الكلام ده انما سبوتيفاي وديزر فيهم برضو اه عربي ولكن طبعا هم معتمدين على الالبومات الاجنبي بملايين الاغاني كل واحد منهم فوق التلاتين مليون اغنية انغامي اه قوية وكل حاجة وفيها طبعا مكتبة اجنبي كتير جدا برضو ولكن لا يعني ديزر وسبوتيفاي فيهم مزيد اكتر وفيهم الكواليتي بتاعت الصوت بتتحكم فيها بشكل افضل بيديك هاي كواليتي عالي جدا فيها خدمة ان انت في حاجة اسمها يعني لو عندك سمارت تيفي او عندك اه او فاتح مسلا على اللاب توب بتاعك من خلال الموبايل تتحكم في اسبوتيفاي اللي على اللاب توب او في اسبوتيفاي اللي على التلفزيون فدي برضو خدمة يعني جيدة ولكن جودة الصوت بتتحكم فيها من يعني سواء بقى لو او كزا الحد ما توصل عايز تعمل وتوفر خالص لو انت مثلا هتفتح اغاني في عربية وهتوصل بالباقة بتاعتك بالنت ولكن مش عايز بقى عشان ما يسحبش من الباقة اعمل هاي مش هايسحب منك الا قلال جدا من الباقة مهما كان يعني طول مشوار كل خدمة من دول هي اسعار منافسة برضو هتلاقي الاسعار في مصر كله بخمسين جنيه او في حدود الخمسين جنيه شهري جوجل درايف يعني جوجل درايف هي خدمة سحبية طبعا اللي هم لها برضو منافسين كتير بس انا بفضل جوجل درايف خدمة سحبية موجودة بتحط عليها ملفاتك على الكلاود بدل مسلا ما تبقى حدوط على اللاب او على كزا وخيف تضيع او على فلاشة فانت حدوط على الكلاود مسلا بتديك مثلا هنقول المتين جيجا بسعر تلتمية جنيه في السنة هيبقى كانك ماشي معاك فلاشة متين جيجا في جيبك حط عليها بقى ترفع عليها حاجتك من الموبايل ترفع عليها حاجتك من اللاب توب في حدود المتين جيجا عايز ازيد فيه طبعا فيه كل الاسعار مكتوبة فيه طيرة وفيه مش عارف اتنين طيرة وفيه ارقام كتير فوق يعني للشركات بقى مش عارف تلاتين طيرة ولا ايه ارقام طبعا دي بقى لملفات اه شركات كبيرة طبعا فيه خدمات منافسة كتير بقى للموضوع الكلاود ده فجوجل درايف لها كتير بقى عندك بوكس وعندك دروب بوكس ويعني ومايكروسوفت وان درايف ففيه خدمات كتير اوي منافسة في موضوع الخدمة السحبية وسيلا مهمة للعايزين يحافظوا على ملفاتهم الهمة جدا وصائق مثلا او بتاع مش عايز حساسة ممكن ترفعها على الكلاود وتختار خدمة من الخدمات دي ايفر نوت بقى زي ما قلنا هو خدمة اه نوت اه نوتس بت جوجل كيب طبعا نعارفين هي مجانية وفيه برضو وان وام نوت طبعا ميكروسوفت دي خدمات اللي بيحبوا ياخدوا نوتس معينة او بيعملوا بحس عن موضوع وبياخدوا بقى ايه من المقاطع معينة من النت عشان بيكون موضوع معين وهكذا او صور ويقسم بقى الفولدرات فولدر مسلا اسمه نوتس عن كزا نوتس عن سياسة نوتس عن تاريخ نوتس ويقسم النوتس دي بطريقة منظمة جدا وفيها وكده بطريقة ممتازة بستمائة وتلاتين جنيه في السنة اه جوجل كيب موجودة مجانية في خدمة تانية اسمها في خدمات كتير جدا في موضوع النوتس ده بس انا يعني ايه برشح لكم القبار بقى التوب هنقول ان التوب جوجل كيب وان نوت من ميكروسوفت وعندك الخدمة التالتة ايفر نوت فدي برضو تختار حاجة منهم يعني كل واحدة بقى لها برضو مزايا في خدمة بقى مش مشهورة قوي في مصر ولكنها جميلة جدا اسمها يعني موقع اسمه بوكت بوكت ده هو انت بتحفظ فيه للمقالات معينة قارتها او مسلا لينك معين من موقع اخبار قارت حاجة مثلا من جرد الشروق او مش عارف ايه ايه او موقع عالمي او ديلي ميل لينك معين عجبك وعايز تحفظه بتنزل كده على جوجل كوروم وتقوله سيف تو بوكت او من الموبايل كزا سيف تو بوكت بيتخزن عندك في البوكت بتاع البوكت ده وتعمله تاج معين وتحط في فولدر وهكزا ولو دفعت في فلوس وهو ده موجود مجاني كل حاجة من الخدمات يعني اللي هي النوتس والكلام ده تبقى فيها مجاني وفيها خدمة بفلوس فالمجاني موجود هتحفظ المقالاتك كلها وهتقسمها وكده ولكن اللي بفلوس هي خدمة مش غالية واحد وسبعين جنيه سنويا مش شهرين يعني ومقابل ايه بقى ان انت مش بس هتخزن مقالاتك دي لا هتبقى قابل ان انت تقراها حتى لو اوفلاين يعني كانها تنزل عندك خلاص تبقى ليك هتبقى يعني كل المقالات دي تخزنت فهي هتقدر تقراها اوفلاين لانت مسايف انا ما التانية الخدمة الفري هتبقى انت مسايف بس المقالة بس بحتاج نت عشان تقراها فهو ده الفرق يعني انا ما الاتنين بتقدر تقسمهم وتنظمهم وتعملهم تاجز وكده فهي خدمة يعني برضو من الخدمات المفيدة جدا هي بوكت من الخدمات برضو اللي بيحتاجها البعض اه مش كتير يعني فيه الناس طبعا بيحتاجها اللي بيسافروا كتير بيقولك من الاقمن ان انت ما تكون في فندق لو مسافر برة او كده ما تفتحش الواي فاي بتاع الفندق بتاع تتعرض لقرصانة ومش عارف ايه وكده فالاقمن انت بتبقى عن طريق بيديك مثلا اه كأنك قاعد في فرنسا كأنك قاعد في كزا فيكون اقمن للخصوصية بتاعتك ففي خدمات بقى كتير في بي ان زي نورد في بي ان وشركات تانية طبعا الاسعار متفاوتة واختالفة وكمان بالاضافة غير موضوع الفندق اللي بيسافروا لا اللي بيفتحوا المواقع اللي هي المحجوبة في دول كتير بتبقى حجبة مواقع فيها خدمات في بي ان بتفتح لك المواقع المحجوبة فلو دورت على جوجل بلاي على مبايلك وكتبت في بي ان هتلاقي طبعا ضرمت كتير جدا هتكتر واحد منهم كده كده الفري خدمات الفري في الفري بي ان بتديك ساعة معينة خمسمائة جيجا خمسمائة ميجا جيجا مش عارف ايه ارقام زغيرة اللي انت تقدر تفتح بها المواقع المعينة او تفتح يعني من خلال كأنك في فرنسا او في دول تاني ولكن لو خدت بقى من خدمة من اللي هي بمقابل بدي فهتبقى الموضوع وعيش حياتك بقى وفتح ميديا وعمل انت عايزه في اي موقع محجوب فيعني هي بتبقى ساعات اسعارها غالية شوية مش كتير بيحتاجوها ساعات انكم تحتاجها شهر معين وتفصل بعد كده مش لازم تاخدش التراق سنوي فيعني دي خدمة برضو من الخدمات اللي بتهم البعض ودي كانت حلقة النهاردة عن بعض الخدمات اللي هي يعني سواء طرفيهية زي مثلا ان اونلس بوتيفاي زي نتفلكس زي غيره او خدمات نوتس او حاجات اللي بيهتموا بتنظيم المقالات او بحس عن موضوع معين عشان يستخدموا مثلا افر نوت ويرب تكون الحلقة عجبتكم واشوفكم على كير ان شاء الله في الحلقة الجاي مع السلامة اشتركوا في القناة